تقدم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بخالص التهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ودع مفتي الجمهورية المسلمين في دول العالم إلى الاستفادة من دروس الهجرة النبوية وتطبيقها في حياتنا ومجتمعاتنا وأوضح مفتي الجمهورية أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بداية لبناء دولة أصبحت منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان في أرقى صور التعامل البشري واعترافا بحقوق الإنسان وتفضيله على جميع المخلوقات وأعلاء لقدرته بالمحافظة على دمه وأمنه وسلامته